موسيقى اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وغل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنهاي كل شيء وبأزمارك التي ملأت أركانها كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنوب التي تنزل وكل خطيئتين أخطأتها اللهم اللهم إني أتغرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشق أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتجت فاغته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم اللهم لا أجد لذنوبه غافرا ولا لقبائحي ساسرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي صلاة نفسي صلاة نفسي صلاة نفسي نفسي صلاة وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعاي سوء عملي وفعالي ولا تفرحني بخفي ما اطلعت عليه من سردي ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوامي طفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك في كل الأحوال وعلي في جميع الأمور عطوفة إلهي وربه من لغيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتظراً نادماً منكسراً مستغيلاً مستغفراً منهباً مغراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإن خالك إياي في سعة رحمتك اللهم أفق بالعذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني 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 ورقة جلدي ودقة عظمي يوماً بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كربي وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك وبرك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبرك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيتك هيهاتاً أنت أكرم من أن تضيع من ربيتاً أو تبعد من أدنيتاً أو تشرد من آويتاً أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجد وعلى ألسنين نطغت بتوحيدك صادقاً وبشكرك مادحاً وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى الضمائرة حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعاً وأشارت باستغفارك مذعناً ما هكذا الظنبك ولا أخبرنا بفضلك عد وأنت تعلم ضعفي عن غليل من بلاء الدنيا وعغوبات وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بغاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرغت وفرغت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراغك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجنا إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخنا إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمان العارفين يا غياف يا حبيب يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطلاقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بالإنسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرغ لهبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقل قلوبين أطباقها وأنت تعلمه صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك أم كيف تسجره أم كيف تسجره أم كيف تسجره أنت تعلم بك معانديك لجعلت النار كلها بردان وسلامة وما كان لأحد فيها مقراً ولا مقاماً لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاردين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالعنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسغا لا يستمون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقدرية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتي الكرام الكاتبين الذين وكلت وكلتهم بهفظ ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرغيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أقفيته وبفضلك سترته وأنت وفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا الهي وشيدي ومولايا ومالك يا من بيده ناصيتي يا عليمن بضري ومشكلتي يا خبيرا بفغري وفاقتي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأجمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك صر مدى يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى غربك في المشتاقين وأذنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بشتوء فأرده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واعفضني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرته واغفر زلتك فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مدت يدي فبعزتك استجب لي دعاه وبلغني منايا ولا تغطى من فضلك رجاهي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع ارتضاء يا سريع ارتضاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس مال الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالمين لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما ألت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا شكرا 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 شكرا